بعد تسجيل عدة إصابات وفياج جراء مرض الحمى النسفية في محافظة دقار دائرة الصحة قالت إن الوضع خطير وإن لم يتم تدارك الأمر فقد نكون أمام موجة انتشار واسعة للمرض تعم المحافظة بين مرأة مختصون مدى فداحة المشكلة حيث المواشي المنتشرة في الطرقات وكل ذلك تحت مرأة جهات المسؤولة هذا المرض هو وباء خطير يكون مشترك بين الحيوان والإنسان نحن بصراحة كإجراءاتنا بالنسبة لدارة الصحة الزيقار قسم الصحة العامة تم مخاطبة المحافظة وقيادة الشرطة أيضا وتم مخاطبة البيطرة بأنه اتخاذ إجراءات المفروضة أنه تتخذ تجاه أي حالة مسجلة أو مشتبه بها في الزيقار بمرأة حمى النسفية تسجيل أربع حالات جديدة بإصابة الحمى النسفية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ منتصف العام الماضي 2021 ولغاية يومنا هذا هو 20 حالة وهذا العدد يعتبر عدد كبير بالنسبة للتسجيل السنوات السابقة المرض هو مرض خطير أدى إلى ثمان وفيات لحد الآن نتمنى أن تنتهي هذه الموجة بأسرع وقت كما وبادرت جهات الحكومية والصحية بإصدار قرار بمنع دخول وخروج الحيوانات من وإلى المناطق الموبوعة وداخل المحافظة وتوجيه لجان متابعة الدبح العشوائي للمواشي بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لمتابعة المخالفين كإجراء احترازي لمنع انتشار المرض والسيطرة عليه اتخذت الحكومة المحلية في محافظة الذقار خطوات آنية لغرض الحد من مرض الحمى النسفية الذي بدأ يتكاثر في العراق وخاصة في محافظة ذقار واتخذت الحكومة المحلية إجراءات عديدة أما تشكيل لجنة متخصصة في هذا الجانب لغرض رفع التوصيات إلى المحافظة والمصادقة عليها لغرض الحد من هذه الظاهرة مثلا منع انتقال المواشي بين المناطق المحافظة والمناطق الأخرى ما أن انتهت أزمة كورونا في محافظة ذقار حتى بدأ شبح الإصابة بالحمى النسفية يعود ويتصدر الموقف داخل مدن المحافظة لقناة التغيير الفضائي سلام السرهيد ذقار ترجمة نانسي قنقر